اهلا بكم مرة تانية في التاسعة برافو نديم زي ما كنت أقول لكم احنا دلوقتي معدنا الأسبوعي ولقاءنا الأسبوعي لنا أحب جدا هذا اللقاء بالمناسبة وده بجد والله لعظم مش مجاملة للأستاذ طارق مع كاتبنا ونقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي وقبل ما هيقولي طب بتحب اللقاء لي أولا أنا بحب الأستاذ طارق ده نمرة واحد نمرة اتنين لأنه كلامه واسترساله والمعلومات وكل مرة لازم يقول لنا حاجة عمرنا ما سمعناها أو اتقالت أو اتنشرت في الصحافة أو في الإعلام قبل كده إزاي حضرتك شكرا جزيلا ده مقدمة صعبة قوي لنا نتعلم بالها لا خالص إزاي يعجب إزاي إزاي ده قاله واجب زي ما بيتقال شاستار يمكن أنا محتاج شوية أن احنا هنتكلم على أمور كتيرة أكيد منها تحية كاريونكا مما لا شك فيه واللي أنا بشوفها واحدة من أهم فنانات السينما المصرية على المستوى التمثيلي مش على مستوى الاستعراض أو الرأس إلى آخر رائع عظيم الله يحام لكن هبدأ الأول بمسألة المظلة الحمائية ويمكن ده قريب شوية من حياة الأستاذة تحقي التي طالما راعت ناس وفي آخر سنينها هناك أيضا من كان يرعاها وكمانه أستاذ سامين صابر ربنا نديله الصحة والفنان نفيفي عبده برضو ربنا نديها الصحة مزموعة هبدأ الأول بفكرة المظلة الحمائية وتوجيهات الرئيس للمسألة دي أنا رأيي أن ده قرار تاريخي لصالح الإبداع كله وبالتالي صالح المواطن هو المبدع بيعمل فن بيتبس طبعا نعمل فن لكن الفن ده لينا احنا يعني سيد دارويش هم يعمل نغم حلواء صح لينا محمد عبدالوهاب مختار لما بينحت وهكذا كل ده زكيته لأمات يوسف بيكوهابي كل الأسماء العظيمة دي إبداحها لينا الملاحظ عبر التاريخ أن كثير من كبار المبدعين كانت أخريات أيامهم صعبة وشفنا وسمعنا يعني بعضها شفناها وبعضها قرينا عنها أنه كانوا ما بيلاقوش فلوس للكفن واضطروا يلموا فلوس كانوا بعضهم لأن الفنان يعني يبدو وكانوا يشغل باليومية مش كل الفنانين عندهم قدرة أنه يرى الغد أو أنه النهاردة أنا مطلوب بكرة مش هكون مطلوب نادرا ما بيحصل دا عادة الإنسان بيعتقد أنه سيظل مطلوبا إلى الأبد وحياته مبنية على كده فعشان كده أغلبهم يجي لهم الفلوس يصرفها ويستنى بكرة ربنا يبعث له ويصرف وا 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 فاللي حاصل أنه فعلا النقابات التلاتة وكمان نقابات التشكليين في مشاكل كتيرة جدا متعلقة بسندوق المعاشات متعلقة بسلاديق الرعاية الصحية الدخل قال اللي بتاخدوا هدي السنة دي بحكم أن العمل نفسه قال يعني شوفوا النهاردة كم حفلة بتتعمل زمان كان على طول الحفلة يعني إيه يعني مش بس مطرب احنا مش شوفوا المطرب لا دا فيه تلاتين اربعين عازف بيشتغلوا وبياخدوا فلوس وبيجيبوا جزء منها لصالح دا غير جلس اللي بتشتغل في الإضاءة وبتشتغل في الصوت واللي بتشتغل في بنا المسرح نفسه كل دول في النقابات وكله بيشتغل وكله بيستفيد وكله كل دا حصل مشكلة النقابات فعلا محتاجة ان هي تحمي هولا الأعضاء جت كلمة الرئيس بردا وسلاما وإحساس عالي جدا للمبدع اطمئن احنا وراك واحنا شايفينك وحندعمك فده مهم لأنه فعلا القصص كتيرة يعني اسمعين ياسين دا العملاق الكبير دا في أواخر أيامه كان بيعمل ايه كان بيروح يغني في كبريهات أو يقول مونولوجات والناس يقول له قديمة سمعة وهو عارف انها قديمة عن نكتة ويقولها عشان ياخد قرشين يعني كتير قوي تعبوا زي نص صدقي لما الرئيس جاي الرئيس أنور السادات في عيد الفن جاي يكرمها ما كانش لقيا فستان وحتى لو انت فاكر ساعة بتزاعة ما كانش لابسك كانت لابسك جيه بقى أو حقا كده يعني يعني عايزة أقول كان فيه الفنانين كتير عانوا الكثير أفتح الأسري أفتح الأسري فعلا حالة كان فقد النظر كويس ووضح أنه كمان فقد جزء من الزاكرة وكان عايش في البدروم فعايز يشب سجاير فكان بيمدي ايده للناس يدوله سجارة يعني حاجاته ومرت حيكا روكا ومرت حيكا راحت يعني زاريته وحاوله ان هما يودو يعني مستشفى لغاية ما ملحقش ورحل وكتير كتير من الحكاقات كلها الحقيقة بتصبه في حاجة واحدة انه الفنان محتاج لحماية سيدة الرئيس فعلا وفر ده والنقابات وفر ده بس فيه جزء اجتماعي يجب نحن نقوله ان كتير من نجمنا لا يلعبوا هذا الدور يعني يعني بمعنى انت نجم كبير شوف النجوم الكبار بيعملوا انا هقولك مثلا حاجة النجوم الكبار برا ممكن عشان تقعد معاه اللي عايز يقعد معايا هيدفع فلوس مواطن عايز يقعد مع نجم كبير عصرح تتعشى مع روبرد دينيرو مثلا هتدفع فلوس فلوس دي مش هاخدها هايبعتها للملجأ هايبعتها للنقابة للنقابة اللي هو عضو فيها عشان تصرف على اللي هم مش قادرين انا رأي ان ده لازم احساس النجوم بالواجب الاجتماعي يجب ان يزيد كتير يعني مثلا انا مش ضد مثلا ان تعمل حفلة زي عمر او تامر او اي اسم اخر ويبقى التذكارة بتلات تلاف اربع تلاف الناس كنت تقولك ليه لا ده عرض وطلب طبعا بس الجميل قوي ان الاربع تلاف دولت يبقى فيه جزء منهم لو حق التذكارة للسندوق بتاع النقابة اللي انا بنتمي لها ده مهم ده الواجب الاجتماعي اللي كان موجود زمان زي مكلسوم طب اللي انا فاهمو انه النقابة بالفعل بتحصل مكلسوم انا عايز نسبة زيادة بقى انا بقول ايه في ظل في ظل وجود جائحة خلت كتير ما يشتغلوش مم فانت لازم تحس بالمسئولية كنجم كل ما نجوميتك زادت مسئوليتك زادت فليه هم نفسهم يبقى فيه مبادرة انت بتاخدوا 5% انا معشرة النسبة كاما لا انا ممكن ادفع 10% عشان ليا زملاء يهميني انه هم يقدر يواجهوا الحقيقة انا ربنا فتحها علي وهكذا يعني لازم يبقى فيه تفكير اخل النجوم زي متى كاته انه عايز يوعد مع عمر الدياب ما يفكر فيها دي يقول كده اولا يوعد معايا اوكي بس يدفع فلوس الفلوس مش اخدها هلا مش بتاجر مع عمر الدياب لا ده نحق هتبقى للنقابة ده ممكن ينعش النقابات كلها لو فيه تفكير على هذا النحو ان كل واحد يستشعر بمسئولية اجتماعية الدنيا تتغير طيب انا يمكن هروح لفاصل بعد الفاصل انا بفكر في فكرة اظنها مؤسسية شوية يعني اعرضها على حضرتك على الهوى ونقعد نتناقش فيها خلاص ماشي يا تتعلق بمسألة دور الجهات الانتاجية في تنظيم بقى المسألة دي المنتج ده منتج سينما او مسرح او مسلسل او منتج اللي هو منظم للحفلات الى اخره ازاي نقدر ننظم الامور دي اصلا كمان فيه مش هقول كله يعني بس فين جمه بيقولوش يعني ويقول انه يكتب في العقد حاجة وانه هو قبضه حاجة حواديد كده بتدرق كما نسمع والله اعلم فاصل ونكملك ماشي خلونا نرجع مرة تانية نجدد نترحيب بضفنا العزيز كاتبنا وانقدنا الكبير والسستر الشناوي وكنت بقول انه ساعة نسمع نسمع انه بعض الفنانين يكتبوا في العقد رقم ويقبضوا رقم تاني علشان مش عارف الامن الضريبة لا ده الامن النسبة اللي هتتخص من قبل النقابة الى اخره وبالتالي يفضل جدا انه الشركات الشركات الانتاج على اختلاف الوانها وانواعها واشكالها ومنظمين الحفلات الى اخره يبقى التعامل مع الناس دول وانه الناس دول يبقوا مصرين على انه الرقم اللي بيتحط في العقد هو الرقم اللي المفنان بيقبضه الشركة المتحدة على سبيل المثال طول الوقت اول ما بيبقى يمكن من شهر خمسة اللي فات اول ما بيبقى في حاجة عند حد من الفنانين كان اسمه لاعمعا او غير لامع فعلى طول المتحدة تتحرك فورا لدعم أسرة هذا الفنان او توجيه معاش او مكافأة او علاج او مكان للمعيشة الاخ 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 طيب دي المتحدة طيب ما نشوف مع بقية الشركات وحتى لو هيتم التنسيق مع الشركة المتحدة ويعودوا مع بعض ويعملوا مع بعض منظومة او اتفاق مبادئ ومن هنا يتقعد معه النقابات التلاتة وعليه ويبقى فيه دعمة اكتر دعمة من جهة الانتاج بالزبط هو بص يعني المفروض المفروض انه التعاقد الرقم اللي بتاخده هو المكتوب يعني غير كده بيعتبر انت كده بتخالف القانون فخلينا نتكلم على انه المنطق انه لا احد يخالف القانون مثلا اه كده لكن لا يزال الجزء الاجتماعي المتعلق وطبعا كون انه شركات زي الشركة المتحدة او غيرها انه لما تلاقي فنان يعني تعثر او لقدر الله رحل او انه فيه مشكلة ما بتتدخل وتحاول لها تزيح تلك المشكلة او تتصدى لها بيظل الواجب الاجتماعي انا رأيي لازم نحط تعطيه مليون خط لان انا ملاحظ انه هزا الواجب اللي كان الكبار بيعملوه زي موكلسوم وتحاول كاريوكا وغيرهم ما عادش موجود ما عادش ده لو موجود هيحل جزء كبير من المشكلة هيحل جزء كبير من المشكلة طبعا طبعا يقول لك انه فيه اواجه كتيرة انه بتوع انك تقول لو حد قعد معايا يتعش معايا والفلوس هيدفعها هتروح للنقابة شوف كم واحد يحب يتعش مع نجم كبير طيب انا وانا بتكلم في هذا الموضوع عايز نتكلم معايا على حاجتين حاجة منهم هي الستة تحايا كاريوكا نفسها وزي ما كنا بنتكلم في الفاصل كنا بنتكلم في بقول حتك انا عارف حتك كتبت كتير عن تحايا كاريوكا قطي ده انا عملت الكتابين على تحايا كاريوكا ونتكلم كمان على عودة عيد الفن مهم دي شوف عيد الفن فضل قائم في زمن السادات هو بدأ 74 يعني واضح انه الرئيس انور السادات كان من ضمن احلامه ولانه انتعرف كان عنده برضو حتة فنية كده اه كان يحب الفن فتعمل عيد الفن كان 6 اكتوبر وعمله 8 اكتوبر وفي ضلنا لغاية ما جيه بقى الرئيس حسين مبارك بتقلل حاجات كتيرة من نجعه بيها ليه هو لغى العيد انما تلغى 30 سنة 30 سنة بقى فعهد بقى في السنة اللي جاي فيها المستشار عدي منصور رجع في سنة 14 13 مارس لانه ده يوم عيد ميلاد محمد عبدالوهاب رجع عيد الفن وحضر الرئيس عفتاح سيسي كان بصفته وزير الدفاع حضر الحفلة وتم بقى تكريم فاتن حمامة ومجدة وشادي هتخيل انت على المسرح يا شادية مادام شادية سجلت بالصوت انما اللي حضروا المسرح فاتن حمامة ومجدة شوف قد ايه كان وكان نور الشريف محمود ياسين كل دولة حضروا فشوفنا عيد فن يعني بروفة لعودة عيد الفن انا نفسي بقى ان عيد الفن يعود وطبعا يختاروا زي ما هم عايزين اليوم هل 8 اكتوبر ولا يبقى عيد ميلاد عبدالوهاب ولا مثلا عيد ميلاد سيد درويش عيد ميلاد من كل سوء ما انا معرفش يعني ما عنديش يعني انحياز لشخصية بعينيها احنا منحزين لفكرة عودة عيد الفن واتقاروا طبعا نازم تحدي رقبات الفنية يلعب دور لانه هو الجهة اللي مفروض انها بتدافع عن الحقوق من هذا النوع للفنان تكريم الفنان وهو حين ورزق تعرف كل الفنين الكبار دول تكرموا عبدالوهاب والسنباطي صحيح وشفناهم وحسن الامام وصلح ابو سيف وغيرهم واشيوسف شاين كل دول خدوا تكريم انا انا نفسي بقى الناس اللي النهاردة النجوم دولات اللي موجودين والاسماء اللي هي قدت كتير تكرم في عيد الفن فياريت يعود عيد الفن مرة اخرى ياريت ياريت يعود عيد الفن مرة تانية لانه ده برضو هيبقى بيخلق اقدر اقول ايه بقى اعادة بث الروح مرة تانية لدى الفنانين في اهمية من رئيس الجمهورية لانه كان التكريم بيأمر رئيس الجمهورية صح التكريم ده طبعا بيطيل اعناقهم وبيزيد شحنة الابداع خصوصا انه انا لاحظت في اكتر من مرة في اكتر من حديث في اكتر من موضع ومناسبة الرئيس يتحدث دائما عن الفن والفنانين والقوة الناعمة والقوة الناعمة ودور الدراما والسينما في التأثير الى اخره فده بيعكس اهتمام حقيقي صح والقرارات الاخيرة تعكس كل الاهتمام العملي كان هالك قرارات عظيمة يعني فعلا قرارات تجعل الفنان ينموها مطمئن لانك انت بتفضل في حالة قلق طبعا لا كده بقى بكرة اكثر امانا طيب من عيد الفن والفن والفنانين الى مهنتين مهمتين جدا في هذه العملية الفنية قالوا هي المخرج والمؤلف ومؤخرا هسألك بقى على التوصيف خلافات ولا لا اختلافات ولا خلافات ولا مشاجرات بوس هي المسافة مش واضحة قوي مش متحددة لكن فيه منطق وفيه عرف وفيه قانون بقى لها علاقة بين المخرج وبين الكاتب بتشوفها كتير انت اذا قابلت هذا السيناريو كمخرج هو المخرج رب العمل المخرج هو صانع العمل هو المسؤول ادبين عن كل حاجة بها فيها اداء الممثل يعني لو الممثل انت شفته حاسيت انه فيه مشكلة لازم تقول ان المخرج مشارك في هذه المشكلة لانه كان لازم يقول stop فاللي حاصل انه دايما فيه منطقة شائكة اذا انت قابلت كمخرج السيناريو عندك ملاحظات وقعدت تتناقش فيها مع الكاتب او الكتاب واقتنعوا بوجهة نظرك اوكي حدث وصول لمنطقة عدم طلاقي يبقى لازم انت كمخر يبقى النص ده انت ما تعملوش تلا ما انت شايف انه ما بيعبرش عن وجهة نظرك او روبيتك لكن وهم رفضوا يغيروا مين الاحسن يعني انت تقول ما تداش تقول مين الاوفق لأ ماناش دعوة مين الاوفق لينا دعوة ان انتو لم تتفق الكاتب له حق الحفاظ على مؤلف مرة عبد الرحيم كمال كان مسلسل الزلزال اللعبه في السيناريو بتاع عبد الرحيم صح فتقدم بشكوى للنقاب وقال ده ما لا يمت بسلح لي واخد باله لازم يبقى دي خطوط واضحة جدا يعني هي دي الحكاية يعني وحيد حامد كان عامل فيلم مع علي بدرخان اختلفوا فوحيد عمل فيلمه مع خيري بشارة وعلي عمل فيلمه مع اخرين كان عن نفس المصرحية هي جزيرة الماعز كويس اتعملت فيلمين ليه لانه وحيد احترم قال لا يتعمل السيناريو كده وعلي شايف انه السيناريو اللي ماينفعش كده لما كلمك على اتنين كبار قوي صحيح ايه اللي حصل من الاتنين الكبار كل واحد عمل مشروعه بغض النظر بقى مين نجح اكتر بجديد مشكلة كل واحد عمل مشروعه واحد كان احمد زكي واحد كان محمود حميدة واحد كان سعاد حسني واحد كان ناديا الجندي هو كده قويس هنا احترام حتى الكبار لما بيختلفوا احترموا اسس الخلاف مش هاخد النص واعملوا زي ما انا عايز لأ ده انا كده مش قادر وانت ككاتب بتحافظ على شغلك وبتعمله فكان لازم من الاول ما يحصلش القفلة دي من الاول لا ده مش هقدر عمله لازم تتغير انا افهم انه هذا الشكل من الخلافات يبقى ضخم بهذا القدر لما تبقى دي حاجة جديدة علينا وكأنه الفن وصناعة السينما والدراما الاخي الاخي شيء جديد على المصريين ازاي وانا بقى لي تقريبا مية تلاتة وعشرين سنة سينما يعني و نشأة الدراما جات مع نشأة التلفزيون المسرح سابق على كل ذلك والنهاردة احنا بنخش في هذه الشكل من او هذا الشكل من الاختلافات التي تبدو هي لا غير جيدة بصراحة ولا طليق يعني بحجم وبتاريخ الصناعة لا بص في الفن لان الفن بطبعه ما عندكش انت ترمومتر دقيق لكل شيء الفن خلافي وجهات نظر دايما بتختلف بس المعيار لازم يبقى فكرة اذا انا موافق خلاص مش موافق اسيب هو كده مش دي بديهيات اه يعني انت عارف مثلا رصاصة رصاصة في القلب احمد سوا محمد ده كاتب كبير جدا كويس فلما شاف الفيلم ده اخراج محمد كريم وفتورة حمد عبدالوهاب طبعا فكتب كده منشت رصاصة في قلب توفيه الحكيم لان هي مأخوذة عن رواية توفيه الحكيم فمن زمان يعني فكرة انه انه السيناريست او المخرج لا يلتزم بالزبط باللي انت قايله ده موجودة منذ البدء كتير من اعمال يوسف ادريس كان بيعترض صح بيعترض حتى بيبقى المخرج بركات مسلاح ابو سيف يوسف شهين انا بقولك ثلاثة كبار قوي عمق دايما دايما يوسف ادريس عنده مشكلة فانك انت ما عملتش اللي انا كده اللي انا كده ف دي مشكلة ازالية يعني تظل قائمة بتختلف مثلا نجيب محفوز عنده وجهة نظر يقولك هسبني على الرواية ما ليش دعوا بالفهم ايوه لسه كنت جاي على الجملة دي اظن انه استاذ يوسف ادريس او احسان عبدالقدوس او استاذ نجيب وان كان استاذ نجيب كتب بعض السيناريوهات لنفسه ولاخرية واحسان كتب لا عمره ما كتب محفوز عمره ما كتب لقصة نجيب محفوز اه كتب للاخرية كتب للاخرية ايوه اه طيب لو انه المخرج غير فيه المؤلف الاصلي اي انه كده فيه سيناريست زائد مخرج هما اللي غيروا وافق المؤلف على ذلك ومضى ودى الحقوق او ما وفقش دي بتبقى قصة لكن في الحالة اللي احنا بنشهادها دلوقتي خلافات ما احنا ما بقاش فيه عندي فكرة التأليف الروائي اللي بيأخذ عنه نص حقوق سيناريو ايه صح ده خلاف ما بين كتب سيناريو ده النص الوسيط بقى بالظبط كده اللي هو المفروض اه ينفذ يعني وبالتالي تبقى الحالة مختلفة شوية عن حالة روائيين بالظبط مظبوط النص الوسيط فعلا يجب انه لازم يتفقوا قبل الدخول يعني انا اضرب مثلا بوحيد حامد يعني اللي كان صديق بتاع بحبه جدا كمان اه وحيد كان يقعد مع اي مخرج والشغل هو مع مخرجون صغيرين في السن يعني كتير جدا مروان حامد وشريف البنداري ومحمد ياسين في بداياتهم وكان يحب ده ويقول له ويكسر هو حتى حاجز المسافة فبيقول له استاذ وحيد ولله لا وحيد نشتغل يعني عايزه لعشان ايه نشتغل بقى نشتغل اه نشتغل بيقعد ويسمح له باي حاجة كل افكاره دي اه طب اوكيد انا فكر فيها نغير ماشي ازا جلقى واقتنع طالما اتفقنا يتنفذ يعني هو ده طالما ده السيناريو عملوا العطف الطيب الله ارحمه عملوا لفلان لعلان كان دايما في الاخر اتفقنا يبقى النفذ لسمير سيف كان دايما يقعد النقاش حتى مش بس الكبار اسماك كبيرة قلت عليها مش هوية لا حتى المخرج اللي بيخرج لأول مرة محمد سيد له كل السلاحيات اللي عند عطف الطيب بكل تاريخه مخرج يعني مخرج مخرج يعني مخرج يقول كل هو عايزه نتفق خلاص ده شيء غريب اللي بيحصل دلوقتي بصراحة هو ده ايه هل اقدر اسمي ده مثلا غياب سلوك الاحتراف ولا ايه اللي تنضج اسميها ايه طيب يعني هو انه غياب غياب القاعدة ان احنا ان كل واحد بيعتقد انه انا القاعدة لا او غياب القانون لا في قانون وفي قاعدة بننفذها اذا انتا مش مقتنع يعني بعد ان في قاعدة لكن ننفذها لكن اذا كل واحد بيعتقد انه هو يقدر يحطم القاعدة لانه هو مزاجه يحطم القاعدة هنا دخلنا في منطقة كلنا هنخسر فيها حتى من يحطم القاعدة لنحييه حد تاني يحطم القاعدة يعني مثلا في المسرح مين اللي في ايده العصمة الممثل الممثل فانت مخرج قد الدنيا وانت كاتب قد الدنيا انا بقى على المسرح ده على المسرح اه خلاص يبقى انا طبلك لو عاملنا القاعدة لا مش حدر الممثل يبقى هو بيملك زمام الامر ليه لان احنا متفقين من الاول ان هذا هو النص والحركة كمخرج لا هتحرك كده هتعمل كده كل شيء متفق عليه فانت لازم يبقى نحترم القواعد طب في المسرح متفقين على انه الممثل هو الملك بتاع الموضوع لان هو اللي في ايده كل حاجة ده منه للجمهور مباشرة بس افروض انش هو الملك مفروض النص والمخرج هما الملوك هو بينفذ لكن الواقع الواقع انه اغلب في الزات في القطاع الخاص بيبقى العصمة في ايد الممثل هو اللي بيبقى كل حاجة في السينما نسمع والله اعلم حتك قادرة مني انه المخرج تحيكا ريوكا بس بس اوكي لأ هرجع لتحيكا ريوكا طبعا المخرج هو صاحب العصمة في السيمة والسيناريست هو صاحب العصمة في الدراما صح الكلام ده اه بص هي هي تاريخ المسرح بايه بالكاتب هتلاقي دايما بتتكلم عن المسرح عالمي او محلي بتتكلم على الكتاب مش المخرجين تاريخ السينما المخرجين مخرجين ولكن طبعا فيه استثناءات لكل حاجة بس هو ده اه يعني علميا تاريخ المسرح يساوي الكاتب ده بتقول مسرح سعد وعبة مسرح نعمان عشور وهكذا مسرح لين الرملي مسرح بيساوي الكاتب السينما لأ بنقول دايما سينما سلاح ابوسيف يوسف شهين وهكذا عطف الطيب كل الاسماء العظيمة اللي موجودة بنا شريف عرفة وخيري كل دولة المشكلة مش في انك بتؤرخ بايه المشكلة انه في درب القواعد يعني مثلا الكتكات اللي هو مالك الحزين لبراهيم أسلان إبراهيم أسلان داود ما قدمش الرواية ما قدمش زي ما قدمش مالك الحزين بالظبط لكن لكن ما كسرش إبراهيم أسلان ما كسرش أفكاره خد العمق اللي هو عايزه وابراهيم أسلان تقبل ده المصحاب بالمناسبة صحيح هذا الرحمن أسلان كان صديق لداود كان ممكن يعترض يعني لا داود عمل الكتكات بأسلوب داود صح وخد أجمل ما في مالك الحزين مالك الحزين وأجمل ما عند إبراهيم أسلان وعمله هذا الفيلم اللي هو أنا معتبره فيلم استثنائي طبعا هنا انت بالشرط بتلتزم لكن الشرط انك انت ما تقتلش الروح والشرط كمان ان الكاتب يبقى موافق على اللي انت هتعمله زمان بقى طهر ربنا تديره العمر نا تديره صحيح كان فيه كان فيه اجباء السينما ما خدتش منه شغل فكان فيه مشروع مع وحيد حامد ككاتب سيناريو حلو لكن أستاذ بهاء اشترط انه هو لازم يقرأ السيناريو كان دخلت صفية والدير كان عايزين يعملوه فيلم يعني انت عارف وحيد الجزء دا بيستهويه بيستهويه ف وكان متحمس جدا اشترط الأستاذ بهاء تبقى لكلام وحيد انه لازم يقرأ السيناريو وحيد يعني ايه تحسس من هذا الله قلق شوية من حاجة فالمشروع لم يرى النور طيب هرجع سريعا ويمكن للأسف انه سريعا للستة تحية اه ليه الستة تحية هي واضح انه اسم تحية دا ليه يعني تاريخ معاينة أمي والستة تحية كاريوكا في نفس الوقت بس هي بدوية بس اوكي بقى التحية اسمها بدوية يعني اسمها كاريوكا اصلا دا اسمها الستة تحية ليه هي حالة مختلفة اه هي انسان مختلف جدا انا واركي لك مرة في الفاصل انه وانا طالب في قولة كلية اعلام بنطلع صوت الجامعة كان ساعتها لسه التليفون بقى بتاع القرص وصبعك يوجعك بقى عبال ما تطلب كان ساعتها اقول خمس ستة ارقام بس برضو حاجة بتتعب يعني قرص بقى عملتها من متكلم كل عمليقة بتوع الفن كل المشاهير حد يعبرني انا طرق الشنوي من صوت الجامعة تيك بعدين الاساس في الحمام حاجات من هذا القبيل الوحيدة اللي معملش ترك وما كانتش في الحمام ولا كانت مشغولة ولا اي حاجة هي تحية كدوك فقلت لها انا طرق الشنوي بنعمل جريدة اسمها صوت الجامعة وعايز عمل محددك حوار قالت انت ساكن فين كده على طول قلت لها في المانيال قالت لي طيب ما سألتش انت ابن فلان وابن اخو خلاص ده طالب في كلية اعلام بس قلت مصحافة وعايز قالت طيب اركب اوتوبيس او عارف كمال اوتوبيسات اركب اوتوبيس تمانية هما محطتين كان كبري الجيزة كان اسمه ساعتها عباس حفظة خطوط الاوتوبيس وعارفة ماشي فين هتقول لها حيطلع على كبري عباس اللي هو كبري الجيزة دلوقتي تنزل هتتماشى شوية عالبحر هتلاقييني في 16 شارع الليل منجو ذلك الحين بقى بدأت العلاقة الجميلة مع مدامتها هي عشت يعني روحت لها في الشقة لمطرمية الاطراف قلت لك اللي كان البلكونة قدي للستوديو الى قوضة وصالة في الحالتين لم تفقد كبرياءها تفضل التحاكريوك هي تحاكريوك نفس الكبرياء نفس الشموخ معهاش لكن اي حاجة تاخد منك وتدي الواحد محتاج ما معهاش لكن مش هتتوقف عن العطاء فضل التحاكريوك تلاقي طفلة قدام باب شاكتها تتبناها لانهم عارفوا انه تحاكريوك سكنة هنا ففي واحدة عندها طفلة فراح تحطها قدام باب شاك تتبناها فضل التحاكريوك هي تحاكريوك كان ايه بقى في البيت الصغير ده في الصالة صورة رشدي أبازل صورة زي دي كده ولا لا ما كان صورة الجواز لا كان صورة رشدي أبازل واحد ما كانت صورة رشدي الغريبة في الموضوع وده ممكن محتاجة للتفسير انه لما فتحوا الخزنة لقوا دبلة فايز حلاوة انا بقولك مهريبة اوه صورة رشدي أبازل انا شفتها على طول في الصورة الوحيدة يعني صورة رشدي أبازل هي الصورة الوحيدة اللي موجودة في البيت اه ودبلة فايز حلاوة قد تكون دبلة الوحيدة اللي تبقت ممكن كتبتبيع الدبل لما تزنق في الفلوس مثلا بس اللحظة يعني معروف انه بس اللحظة ما كانش أفضل من تزوج تحية كاريوك بس هي سمحته آآ قبل الرحيل بحاجة بسيطة جدا وانا كنت بروح لما دمت تحية في المستشفى يعني علاقتي بعلاقة وطيطة حتى المسلسل اللي عملوه عنها طلب من المخرج ان ألعب دوري يعني تقدم دور طريق الشنوي فقلت له معرفش أمثل نفسي يعني معرفش أمثل الأساس بس معرفش أمثل كمانطر عشان هاتي بأدماتي واعتذرت عن أداء الدور بس اللحظة الأخيرة كان فايز حلاوة زارت حياتي كاريوكا وخرج يبكي وهي سمحته هي سمحته عشان هي كويس سمحت وكانت نفسها حتى من فرتح وقالت يا ربي مساعدة ربي بنته يعني كان الهزة لحد عندها عطاء فأيام قدت كتير اللي تعرفهم وتعرفوش واللي عزبوها واللي ضيقوها وسامحت كل الناس وظلت تحياتي كاريوكا عشان كاي لما قلت زمن تحياتي كاريوكا كنت أقصد فعلا كانت زمن زمنها زمن ست لم يقهرها أي شيء عطاء موجودة في السياسة تقول لما قامت الثورة قالت ماشى فاروق وجاء فوريق كل حاجة موجودة دي سب بلاي مشكلة ضخمة بداخلة السجن وقعدت 101 يوم بس كان حلمي رفلة بقى لها أكل يجيب لها بتاعي وتنزل كده السبت أو بتاعي فضلت تحياتي كاريوكا هي تحياتي كاريوكا كغية اللحظة الأخيرة بييجي مثلا في نهاية سبعناس سبعة والثمانين بيعتصم الفنانين وتشارك هيا مش مست هما كانوا بيعتصموا هي راحت لمرحلة رقم اثنين اللي بحاجة شرح لها اللي هي الإضراب عن الطعام ومن هنا بقى تدخل رئيس حسين مبارك رئيس الأسبق ده بوصل واحدة حتموت تحياتي كاريوكا انت عارف ستة كبيرة وخينة وبتاعه يعني عندهم اليون أمراض كتيرة صحيح أخناحها قال لها بص يا تحية انت أيام الملك كنت تمام تمام بتاكري ومبسوطة جاي جمال عبد الناصر كلتي واتبسطتي جاي أنا ورسادت نفسي الحكاية طيب دولاتي حايز يقولوا ماتت في عهد حسين مبارك من قلة الأكل فادحكوا وتفكي الاعتصاب الله يرحمها الله يرحمها فعلا كان أداء شديد النطج خالي من أي شكل من أشكال الإبتزال الله يرحمها أنا واحدة بالنسبة لي تحية كاريوكا وشاديا دول وناديا لطفي التلاتة دول أقوى ثلاث ممثلات في سنة من لبيض وسود من وجهة نظر المتوضع والتلاتة عايز أقولك بينهم خيط سحري في خيط سحري فعلا في صداقة كانت بتجمعهم وكانت طبعا الزعيمة الصداقة هي تحية كاريوكا آه في حاجة لما تقعد شوية مع ناديا لطفي تلاقي فيها حتة كده من تحية كاريوكا حتة تقعد مع شاديا تلاقي فيها حتة بس بطريقتهم يعني يعني تحية كاريوكا موجودة عند ناديا لطفي بطريقة ناديا موجودة عند مدام شاديا بطريقة بطريقة شاديا بس في حاجة من تحية كاريوكا ربنا يرحمهم هم هم التلاتة والعطاء هو هو شادية فضلت صحيح شادية يا ما قدت بدون إعلان يا ما قدت يا ما وقفت مع فنانين في مراحل مرضهم وتعبهم بدون إعلان ونادية يا ما وقفت في مواقف اللي تنفيهم شيء من تحديد والثالتة كانوا أكتر من رائعة أنا بشكرك جدا 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 ستاروك نورتنا وشرفتنا والأسبوع الجاية هنشوفك برضو بس بطريقة مختلفة بعدين نبقى نتكلم بقى ايه الطريقة المختلفة دي ألف شكرا لحضرتك مرة تانية شكرا لكم على حسن المتابعة لك لنا العمر إن شاء الله نكون موجودين معاكم يوم السبت الجاي وبرنامجيكم التاسعة سلاماتكم